محمد عبدالله المولد على هاشتاغ البرنامج يقول للأسف الشارع الرياضي والإعلام الرياضي صب جل اهتمامه بما تحتضنه المملكة من المسابقات رفع الأثقال وبطولة السوبر جلوب على مستوى العالم دون الاهتمام بممثل الوطن نادي الوحدة والنور وعدم تخصيص قنوات رياضية تتابع أحداث البطولتين ما لاحظته اليوم في مباراة زمالك مع برشلونة أمس أمس كان في أكشن إكسترا صار كان عندنا محور عن النقطة هذه أي حدث تستضيفه بلد لا بد أن يكون هناك جزء كبير لعملية التسويق للبطولة يعني نحن فجأة ممكن تلاقي بكرة الصبح بكرة فجأة يقول لك ترى الأسبوع الجاي مباراة كذا وكذا احتفاء ما يصير لازم كل شيء ما هادله بطولة العالم لكرة اليد اللي مقامة فيه جدا مفرض قبلها بشهرين وترويج مش في وسائل الإعلام بس مش في برامج في السوشال ميديا إعلانات فيش طرق في الشوارع يعني يكون في وسائل وإنتاج مقاطع تسويقية للبطولة هذا شغل التسويق ما هو تعال بكرة ترى السوبر لطالي بعد بكرة ترى مباراة المنتخب ليش صار الاهتمام عليها لأنها هي حدث الناس كلها متابعتها تبيني أخلي الناس تهتم ببطولة العاب قوة ولا بطولة أثقال كل العاب ما احترام لتقديرنا لها دون عملية تسويق للحدث في وقت مبكر الناس لازم تاخذ خبر من بدري يعني مباراة المنتخب الناس عارفين من 10-15 يوم وقاعد يتم الضخن المباراة المنتخب في اليوم الفلاني لما انفتحت التذاكر جاءت الناس اشترت عارفين يوم الثلاثاء الجاي في مباراة للسعودية مع الصين كذا تعمل عملية تسويق للحدث لكن أتفق معك وراح يستمر الوضع هذا ما رح يتغير منذ جعلب